توني أبي كرم شفنا من أيامي كتير قليلة حضرتك حتيت عندك على صفحتك مثل انتقادت الشارع اللي غنيت شرين عبدالوهاب مش انتقادت عطيت رأي عادي يعني إنه حسيت إنه مش أخدي حقها بالأغنية لأنه عندها إحساس مختلف كلياً واقوى كتير من الموجود بالأغنية هذا اللي قلته أنا قلته إنه إحساس شرين يعني إذا بتسمعي أغاني شرين بتدوب لك قلبك بهذه الأغنية حسيتها بلوك يعني فريدو جاك هيدا اللي قلته أنا يعني باعتقدك هيدا الأغنية مش لأنه غنت أول مرة باللهجة اللبنانية معقول ما نجحت فيها يعني معقول يكون الكلمات أو اللحن هو اللي أسر مش عقول إنه شرين بتنجح بمجرد إنه هي عم بتغني ولكن مش واصل يعني مش واصل لحقها هي إذا بدك محجمين لصوتها بالأغنية يعني مش موجودة شرين بالأغنية يعني أنت اليوم شو نصيحة اللي بتقدم لإيها إذا بترجع تغني مراتين إشارة وباللهجة اللبنانية شو المعايير لازم تحطها؟ مش نصيحة يعني فيه اختيارات بالأغنية يمكن هون بس يتدخلوا فيه ناس يمكن من الإعلامة بيتدخلوا أو من المنتجين بيتدخلوا طي يعملوا الغنية ويفرضوها أو كيف بياخدوا الغنية كيف بيصير اختيار الغنية من الناس منهم بروفشنل بهالموضوع بالنهاية الفنان طلبوا منه يغني شارة غنى شارة اللي هن موافقين عليها واللي هن بدونيها أصحاب المسلسل انت بعتقيدك انه انكتبت الأغنية وفكروا انه بدون نجم حتى يدعم أكتر المسلسل فكان الاختيار عشاء لين عبدالوهاب لانه ما كتير منشوفها بتغني باللبنانة معقولة تساعد عن نجاح طبيعي ما هو بيعطوله للشاعر لفكرة المسلسل على أساسها بيكتب وبيلحنوا الأغنية بعدين بيختاروا مين بدوا يغني بتصور هيك صار يعني بتصور مش أكيد انه هيك صار منشان هكي يمكن مش أخري حقها لأنه يعني مش بصل لي 20% من شرين بالغنية لقلي من إحساسها يعني كل الأصداء اللي كنا عم نسمع أو الأشخاص عم بيقولوا انه نجحت و أبدعت باللبنان يعني كلهم كانوا عم بيجربوا يسيروا ويسيروا للأشخاص عم يشتغلوا بهيدا العمل ما بعرف شو لهذا أنا بيحكيه شو حسات وعن بعطي رأيي أنا ما قلت مش حلو أنا عم بعطي رأيي إذا أنا حبيت ولا لا إذا أنا حسات ولا لا يعني ما حدا يقول إذا حلو ولا مش حلو ما حدا بيعرف فيه نقول أنا أنا ما حسات شنين ما وصلت لي متل ما أغنية العادي يعني يلي بضل عيدة وإسمعها لأنبسط بصوتها ما فيه انبساط هيدا يا وش رأيك بالشارة اللي غنتها النجم الزهبية نوال الزغبة وحتى النجم معين الشريف شوفي أنا بحس إنه هيدا الشارات كلها حالات تركيبية عرفت كيف يعني بيجي مسلسل بيتركب عليه فكرة بيقولوا مين بدوا يغني بيجيبوا حدا يغني واللي بدوا يغني اليوم إذا إلو مصلحة يغني يستفيد ماديا أو معنويا واتفر بيجي بيغني بس إنه ما شفت ما في شي لهم ما في شي يعني هزني عرفتي اللي بدوا يهزني لما بدي أنا بيحق اللي يقول إذن هزيت لما شوف مثلا شين عمل أحلى من أغنية اللي أنا عملها لراغب تركني لحالي أو أحلى من ردلي كلماتي حتى يأثر شي فيي يكون أهم من هول أغاني ما شفت بكل بساطة يعني يعني أنا مش عم ببني على إنه هيك عم بقول رأي ما اليوم إنت إذا بدك تقولي عن شغلة إذا حبيتية بدها تكون أحلى من اللي عندك مثلا يمكن يتهموك بالتحيز لأنه مش النجم راغب عليهم هو عم بيقدي هود الشارات أنت مش هناك ممكن ما عجبوك لأنه عم بحكي عن الأغاني بحد ذاتهم عم بحكي عن الأغاني مش عن الغنية غنية المسلسلات حالة تركبية غير ما أكون أنا عام الأغنية يجو يقولوا بدنا هاي الأغنية أني أخذها للمسلسل يعني بتكون معمولة الأغنية منشغل عليها وتتاخذ للمسلسل بأي أشارة أوكي لأنت يعني منك راضي عليهم للشارات الأدوة أي أشارة بتحس إنه نجحت يعني فوق الخمسة على العشرة ما هو مشكلة الوحل بيفتكروا أنه أنا مسلا مش عجبني شيء يعني لقلتلك بقى برجع عدلك طي يعجبني شيء بديكون أحلى من لي عندي بكل بساطة ما نسألك كمان عن شارة مسلسل الهيبة الحصاد لأنه شفنا النجم نصيف زيتون بس نزل أغنية أزمة سئة كسرت الدنيا وجابت أرقام خيالية بنسبة الاستماع هو نصيف زيتون يعني وصل لمرحلة عنده عدد كتير كبير من المعجبين والمتابعين وهيدي الشغلة كتير مهمة يعني توصل لمرحلة معايدة الغنية هي اللي بتعطيل بوش لنصيف صار نصيف بيعطي بوش للغنية وأنت شو رأيك بالغنية كمانة مثل هو ديكة؟ شو بترجع عجبك زيت الجواب يعني ترجمة نانسي قنقر شكرا